هو بالكبير العظيم الحمدولي هو بالرب المفكرين واللأدريين أما بعد من جوب بيت الرب نفسه إلى رسول هو بالعظيم وحامحه ما الكفر والفيتان هذا هو ما ذوك المبديد وذوك الحماس هذا باين عنده شي الله مازال جديد فهمتيني احنا احنا رجعنا لديك شي ديال الدين وهدي وسلام تهم بوجود مولانا المعفن الإمام أكتبوا لك هذا وأنا في عمر 18 سنة هال معقول صافي هذا الباترن الذي يوجد روكل الكافر الإخوان سيوجد هذا روكل الكافر هما 18 عامل تحت يعني عندنا الجلسة الشبابية اليوم أعلموا أنني ما زلت صغيرا ضئيلا حقيرا في مزرح الحياة حسن عوان ذاك القاضي بديلك ومتي تتفرج في بورنو دابا وتتقول لي هاد الأضرهادي إلا أنني أعلم نفسي وذو أذن ساغية كذلك بدأت مسيرتي الكفرية في عمر 15 سنة أيه وصافي الآخر 15 كفر وعنده 18 هذا عوثاني كفر 15 وعنده 18 واش كل شيء الذي يكفر على 15 وتتواصل معنا في 18 ولا وذلك كان بعد بدايتي ولعيب الأساطير القديمة في عمر 13 أنا أنا في 13 عام كنت عرفت بأنك هنا شي حاجة بي عرفت بأن القاضي بعنده واحد الوظيفة أخرى من غير البول فتم بدأت الأسطورة ومتلتش فأنتو مات 13 عام ركتت ملعب الأساطير القديمة أنا ما عرفت شد البيول والأنا طومي دي لدن الجنراسيون كيفش ديره دخولي في أساطير الأديل الإبراهيمية في عمر 15 أما بعد أكلت رمضان الجليل مرتين واتب أنت ما زال ما حقش عليك الصيام كيفش أكلت رمضان الجليل مرتين ركلتي وخد تكون مادرة ماشي مشكلة وبعدت الكفرة وبعدت الكفرة في إخوتي جميعا وانترك صاحبي ما خلتي الشيطان ما يدير أما والدي فآبي أصبح قرآنيا بعدما دفعته بكل حذر إلى الشك أما أمي فهي مرأة تهم والتقاليد والعادات لكن تم تخفيف ذلك بعد عدة جلسات ممنهجة هذا باينة غير طلع شي فرانكنشتاين ولا شي هاش لا علم لي لما أكتب هذا ولكن بالله يا إخوان أشي واحد فرع لي يا راسي بالتليفون أوكي تسمع الصوت ديالتليفون الإخوان لا لا را غير التليفون الحمد لله الحمد لله الحمد لله لو سمعتم ما قيل لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا لا علم لي أوكي ما أكتبه وأردت مشاركة هذا مع مجمع الكفار الفجر الغفير مع أني أعلم أن لا أحد يهتم هذا أكتب أنا تنشكي عليكم وتنكتب لكم وأنا عارف التوحد ممسوق والله إلا تسيئة أنا بلني مزيان أما بالنسبة لسؤالي جزاكه بلو خيرا فهل لا تكلمت لنا عن الحياة الجنسية للمراهق المغربي دور دور الممنهجة والفلسفة والعلوم وأساطير الدينة الإبراهيمية أقول إن أرى اللي يملي فيه ما يمنيه أعطي شنو هي خمسة عشر عامة دي رأتي الهورمونات خدامة صعبة يجمعوا ذلك الهورمونات تقدر تطلع شي قامر سطيناعي جديد لمن لا علم له بمشاكله يعني هو دعمتها درع لن عاونوا الناس هو مداخل شفاة الشهادة وعارف ثم بشكل خاص لمن له علمون بذلك بشكل أكثر دقة حددنا عن الإباحية من جانبها التاريخي والعكاساتها النفسية على الدماغ أنا قلت عالم أعصاب دبا نورولوج كذلك أما التالية عندي إشكال نفسي ربما منذ صغاري أحس أنني لست من يتحكم في حياتي للتبسط إن اعتبرنا الحياة كسيارة فإني لست من يقودها وكأنني شخصا واحد يكلم الناس والمجتمع والآخر يظهر عندي خلوي خلوي من نفسي الخلوي كتنقرها بالقلب وماذا يزعجني وأن نسبة تذكري للذكريات تتغير من كوني متصلا بالناس أخي أنت مغربي قارتين بالعربي يلا ينعى لربك من كوني متصلا بالناس وبعد كوني لوحدي لا أتذكره بشكل نرى أنا ماشي إنشاء أنا ماشي معلم للغة العربية صعب يا عبد الرجي مع خوك فامتيني دارية أحلوة وديش بينما يتغير ذلك بعد دخولها لحي يستفاعل مع الآخرين فما رأيك في هذا أيها الأبو الجليل في كنيسة الكفر لا إله الله أوكي آه ماشي قرعييني ومع تصهودات هذه حي يدعلينا صفر القناة الصغيرة أوكي أولا في مسألة ديال السيكسوالية لنا السؤال دياله كان في الحياة الجنسية السيكسوالية خاصك تعرفها صديقي المراهق هو أن الجسد ديالك الآن راه مروبل الجسد ديالك راه مروبل الجسد ديالك راه في حرب راه نايدة شعلة الجينات ديالك منوضة دابا الحرب العالمية الثالثة باغت تكاتر باغت تورت باغت تورت رأسها باغت تنتعشر باغت تنسخ رأسها باغت تمشي تتقلب على فين تخشى فين تن يعني نايدة عندك راه نايدة يعني الجسد ديالك دابا نايد إفرازات الهرمونات فأنت ماشي سطابل أنت ماشي سطابل يعني نفسيين ماشي سطابل فخاصك تكون حذر في جميع القرارات اللي تدير تكون حذر لأن ما زال ما عندكش واحد كيمتي يقول هذا درس علمولينا الله سبحانه وتعالى هو أن علاش النبوة نزلات على السيمو وهو عنده 40 سانق علاش علاش لأن الماني لأن المطور وكح ما بقاش عندك المشكيل ديال الماني تيأثر عليك بزاف ما بقاش عندك تلك الهرمونات ما بقاش عندك صداع يعني ولا عندك دماغ ديالك تيتحكم أكتر نعطيكم واحد نصيحة هذه للحياة تحيط كي الناس يدخلو يقول لك أنت تعود القرنابي ديما الكوفر الإيمان عائشة زوج صغيرة أعطينا واحد الفوائد أنا نعطيك أحسن نصيحة لك أي صديقي الرجل صديقي الرجل البنات ما تهضرش معهم تهضرش أنا مع البنات حرام فغض البصر أهضر دبا غير مع الرجال فقط رجال سمعوا لي مزيان نعطيكم أهم نصيحة في حياتكم وحدات كالراس وراجل قال يا شنو هاد قبيلا كتدي الراس كبنت سميتك حانا فهاد النصيحة جنو هي كلنا أدانون صغيرة سمعوا مزيان لنا غادي تفيدكم في حياتكم وأنا جد جسوي سيريو أي قرار كنتو غادي تتخدوه أي قرار كمكان كنتو غادي تتخدوه في حياتكم دير استمناء هاد قرر استمناء هاد قرر ما تقررش قبل من الاستمناء لأن هادك السائل المنوي تبلبل لك القرارات ديالك سيرتو إلي كان ديك القرارات متعلقة بالجنس الأنت بالجنس الأنت والجنس اللاطيف تعيط لك شيء في التليفون بلادي مطاق شيء اسم اش تخرب هادي استمناء أول حاجة ستكون عندك ديك الرياكسيون اوتوماتيك استمناء تتسلي استمناء تبل لك ستتسلي لك العيب علاش لأن عقلك تولي صافي تولي 100% دير ما تتبقاش مغيب 100% واضح فديك سعيلة تختي القرار تكون تختي واحد القرار التي تسمى informed informed decision ما شيد تختي قرار اللي مدفوع بالماني مدفوع بالهورمونات مدفوع بالتيستوستيرون فهذه ناصحة من القلب للقلب ديروها ومعمركم ستندمو جامي أخي أخي الفلاح دي مصق الماني باش تحصد واحد التمار جيدة رجعوا لها دخونا هادم الإباحية وذك حاول صديقي أنك خلينا صعبة قلنا تردي ما احنا على الحياة الجنسية بقى نوري هنا المواقع البرنا وشنو المزيان وشنو ما مزيان شما ما تزيدش فادي وما تزاد على حد قلب إلى ططه والإدمان وعندك تحرض القاضي بديلك واللي ستحس بأن فيك جوج الناس وكلنا تحس براسنا أن فينا جوج الناس وكلنا عايشين على أن أنا أساسا جوج الناس كلنا بنادم كله تحس أن فيه جوج الناس عنده واحد اللي تتعامل مع المجتمع وواحد اللي انت تتعرف و دا كود العائرة اللي يود نتايا اللي تتكتتها ضرب مع رأسك من تكون مع بعض إياتكم مكينش الناس الاخرين وهدك هو الحقيقي هدك هو الحقيقي للأسف أغلب الناس تغلبوا ذاك الشخص الشخصية المزورة تغلبوها على الشخصية الحقيقية للأسف العكس هو اللي خصي يكون خاص تغلب الشخصية الحقيقية على الشخصية المزورة لإنما خصك تعيش حياتك كاملة مزور فيك خصك تعيش حياتك أصلي هدك اللي ما غادش يقبلك على حقيقتك رأى ماشي صادق حقيقي ماشي صادق حقيقي عدك ما عندك ما تدير به لإنما باغيش هدك باغي غير النسخة المزورة ديالك لا خصي يقبلك بالعيوب ديالك انت عندك واحد لعيب ماشي مشكل هالعيب ديالي يا أخوي عجبك الحال هو ما عجبك سير في حال لك على الأقل غادتكون مدور عليك ناس اللي صادقين في العلاقة ديالك معهم في العلاقة ديالهم معك إلا بغينا نقول أما إلاك انت ديما فيك غادي تبقى دائما مزور 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 أنا عارف صديقة أن ماشي سال لأن نحن تربينا على أن نبين غير الشخصية الخرى را كلنا مربين على هذه القضية التعامل ديالنا في الخدمة مع الأصدقاء في ما نبين ذيك الشخصية الخرى تنبغي نبان من أحسن الصور ديالنا من الجوانيب ديالنا تنبغي نبغي 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 رياضي تنبغي نبان كول تنبغي وانا ما كول مواله المشكلة أن واحد مزور تيكذب على واحد مزور هذا هو المشكل يعني إحنا كلنا مزورين وتنكذبو على بعض ياتنا أخك تلك تفقير حقير ماشي مشكل تانا فقير حقير إلا كنت انت خيبوع تانا خيبوع إلا عندك شلولة تانا عندي تلك اللولة إلا فيك الفارة أنا ما فيش الفارة فما ما خصناش نكذبو على بعضياتنا خصنان 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 نفتحو قلبنا شي ضروري تفتح طرماحتك ولكن خصنان نفتحو نفتحو قلبنا لبعضياتنا وخصنان نقوله الحقيقة خصنان نكونوا ناس صادقين مع نفسنا ما كاذبش على الناس لأن هذا رح نوع من الكاذب رح نوع من الكاذب أوكي هو نفاق وبعد المرات وضروري وبزز من ناك وما عندك شادي ولكن هو رح نوع من الكاذب والكاذب ما تيخليش نفسي الإنسان مرتاحة أنا باغي الناس يعرفوا بأنني مثلا أنا خيبوع أنا باغي يعرف الناس بأنني أنا مثلا جاهل في شي حويج ماشي مشكل شنو هاي ترقع ها هو ما غي يعرفوك الناس ومن بعد في ناو الإشكال فصعيبة وخص الواحد يوصل ليها تدريجيا يعني غي بشوية بشوية ماشي ضروري ورا كلنا مزورينا صديقي راح نتنكتبو على بعضياتنا راح هذا هو الإشكال ما خص شي يكون مجتمع منافق ما خصناش نفق راح ما كينت شي يداعي النفق علاش أنت عندك مثلا عشرين ديال الأصدقاء ديالك عشرين واحد عنيبو يقول لي أنت متناقض بزاف أخويا ما بدلغني نكنيم ديالك باش هضرتك بعد تجيك تجيك يادك أنت مزور عنيبة مزور اللي تقول لي هضرت متناقض مزور فأنت عندك عشرين ديال أصدقاء هذا غي مجال أنت عشرين للأصدقاء عندك أصدقاء ديال قوسين أصدقاء ولكن هدوك الأصدقاء رهم أصدقاء ديال واحد نسخة ديالك اللي هي مزورة وش فهمتوني هم رمشي أصدقاء ديالك هم رأ أصدقاء ديال نسخة مزورة ديالك وش بغيت الناس يكونوا أصدقاء ديال نسخة مزورة ديالك ولا بغيت الناس يكونوا أصدقاء ديالك وأنا ما نبغيش أن يكونوا ناس أصدقاء ديال واحد النسخة مزورة ديالي أنا بغيتهم يكونوا أصدقاء ديالي فإلى وريتهم ديالي إلا وريتهم إلا وريتهم النسخة الأصلية ديالي إلا وريتهم النسخة الأصلية ديالي ربما عشر منهم يضحكوا عليها ولما يعجبهمش الحال ويرفضوا الصداقة ديالي ربما 15 واحد يديرها ولكن غادر نربح خمسة اللي هما أصدقاء ديالي أنا ماشي ديال النسخة مزورة ديالي أوكي فلا لا لا أراها ماشي مشكلة يكون عندك جوش شخصيات واحدة شخصيات التعامل بها النفق مثلا في العمل هل تنظن بأنه من شروط العمل ما عندوش علاقة أنا سنظر على الحياة الشخصية الحياة مع الأصدقاء مع العائلة مع المقربين ما تكشيد العمل رهما يعني هذي كمسألة تدخل في شروط العمل ماشي مشكلة أوكي يعني باقاني عليا اليوم تتعن بعلي يا حبيبا كانت تقول ما عندك ما تخسروا في قضية البوح بالإلحاد عشان نديرو ناري أوكي عندو زلشي إيميل خر ترجمة نانسي قنقر